في إطار الجهود المصرية المتوصلة لدعم التسوية السياسية في ليبيا اللجنة الوطنية المعنية بليبيا اجتمعت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع هناك وجهود أيضا استقناف الحوار بين الليبيين اللجنة أكدت أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الحالية بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي ويصون مقدرات الشعب في نفس السياق اللجنة أعربت عن تقديرها لتجاوب كل المؤسسات الوطنية الليبية مع جهود التسوية وخاصة الاجتماعات اللي بيتم عقدها مع كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا الأسبوع لتسمية بعض الممثلين من الجهتين في اللجنة المشتركة اللي سبق الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات اللي عقدت مؤخرا في القاهرة